نقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات ونبدأ ساعتنا الأولى من الحر الليلة من اتساع نطاق التظاهرات والاحتجاجات المعارضة والمؤيدة لإسرائيل عالميا في تحرك مماثلا لمظاهرات شهدتها جامعات أمريكية وصل صداها إلى لندن وباريس ودول أوروبية عدة موجة الاحتجاجات هذه تدعو لإنهاء الحرب في غزة حيث يتمسك الطلبة المحتجون الذين يخيم بعضهم في الحرم الجامعي بمطالبهم فإلى أين وصلت التظاهرات وإلى أين تتجه وهل ستتحول موجة الاحتجاجات إلى ظاهرة تعم الجامعات في دول غربية وعلى ماذا يؤشر ذلك المطالب واحدة والجامعات متعددة هذا هو المشهد المتصاعد في جامعات أمريكية يدعو طلابها المحتجون إلى وقف إطلاق النار في غزة وسحب جامعاتهم استثماراتها من شركات مرتبطة بإسرائيل الشرارة التي أشعلتها جامعة كولومبيا في نيويورك امتدت لتشمل أكثر من 12 جامعة والأعداد بازدياد حيث تنضم جامعات جديدة بوتيرة سريعة إلى دائرة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمتضامنة مع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية الذين اعتقلتهم الشرطة في عدد من الجامعات رأينا قصصا عن اغتيال المدارس الذي يحدث في غزة الآن لم تعد هناك جامعات في غزة نحن كطلبة نشعر بهؤلاء الطلاب الذين يقولون كنت في سنة ثالثة في الجامعة والآن لن أتخرج أبدا الآن تم قصف منزلي وتم قصف جامعتي وحتى كبشر أعتقد بصراحة أن السؤال هو كيف لا يوجد المزيد من الناس هنا رأيت صور المدن التي تم تسويتها والأيتام الذين يحملون إخوتهم على ظهورهم وهي صور رأيتها أيضا أثناء بحثي عن الحرب الكورية لذلك أشعر أن التاريخ يعيد نفسه وإنني بحاجة إلى تكريم التاريخ الذي جئت منه واتخاذ موقف وقول لا وانضمت مؤخرا جامعتها نورث كارولاينا وأريزونا للإحتجاجات وذلك بعد جامعة كولومبيا وإيموري ودنفر وتكساس وأوهايو ونورث كارولاينا وجنوب كاليفورنيا وييل ولوس أنجلس وجورج واشنطن وغيرها من الجامعات والكليات واعتقلت الشرطة حتى الآن أكثر من خمسمائة شخص في الجامعات الأمريكية وقالت إدارات بعض الجامعات إن المظاهرات غالبا ما تكون غير مرخصة وإنها دعت الشرطة إلى فضها كما لم تستثني الاعتقالات الأساتذاء وأعضاء الهيئة التدريسية الذين انضموا إلى الحركة الاحتجاجية أو تعاطفوا معها واشتبكت الشرطة مع بعض المتظاهرين الذين تهموا قوات الأمن بالاستخدام المفرط للعنف واتهموا إدارة الجامعات بقمع حرية التعبير المكفولة في الدستور الأمريكي وكان ممثل الإدعاء في ولاية تكساس قد أسقط التهم الموجهة ضد أكثر من أربعين شخصا تم احتجازهم في جامعة تكساس على خلفية الاحتجاجات أما في جامعة كولومبيا فقد صوت مجلس الجامعة لصالح قرار يدعو للتحقيق مع إدارة الجامعة بعد استدعائها الشرطة لطلبة وأساتذة كانوا يشاركون في احتجاجات متضامنة مع الفلسطينيين داخل الحرم الجامعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرحب بضيفنا من نيويورك ديفيد فليبس أستاذ حل النزاعات والوساطة في جامعة جورج تون والمدير السابق لبرنامج بناء السلام والحقوق في معهد دراسة حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا أهلا ومرحبا بك سيد ديفيد ناقشنا وتحدثنا كثيرا خلال الأيام الماضية حول هذه المظاهرات للطلاب ولكن أن تتوسع هذه المظاهرات أن تبدأ من جامعة لربما هي من جامعة كولومبيا تتوسع إلى عدد من الجامعات في الولايات المتحدة تذهب إلى جامعات غربية أيضا إلى ماذا يشير ذلك إنه يشير إلى استياء الناس ويريدون أن يتم الإصغاء إلى أصواتهم لديهم الحق الكامل بالتعبير عن مشاغلهم وحرية التعبير مكفولة حقها بالدستور وهي ركيزة في كل جامعة أمريكية ولكن حرية التعبير لا تدعني أيضا ممارسة خطاب الكراهية بعض التصريحات عن قادة الطلاب يقولون بأنه ليس هناك حق للصهاينة بالوجود هي تصريحات مدانة إن ما يحدث بين الجامعات والطلاب من كل الخلفيات يجب أن نعمل جميعا سويا نحو الهدف المشترك للحرية في المؤسسات وتعزيز الحرية حول العالم ما من أحد يعتقد ولا أعتقد بأن تصرفات إسرائيل متناسبة مع الوضع لكن مع ذلك هذا لا يعني بأن هناك حق للطلاب بأن يدعو بالموت للصهاينة أو بأن يقوموا بالسيطرة على حرم الجامعات وأن يحرموا الطلاب الآخرين من الدراسة نعم سيد ديفيد هل هناك من فيديوهات توثق مثل هكذا تصريحات يعني معظم الذين يتحدثون هم يطالبون بمطالب لها علاقة بإعادة زملائهم الذين أطردوا من الجامعات أيضا بإيقاف الحرب في قطاع غزة أيضا يطالبون بمطالب أخرى لها علاقة بقطع الشراكة مع شركات لها علاقة بإسرائيل ولكن هذه الاتهامات لبعضهم بأنهم يستخدمون شعارات عنصرية شعارات لربما معادية للسامية كما اتهمهم البعض هل هناك من أدلة حول ذلك؟ طبعا هناك أدلة إسماعيلي ما يقولونه من النهر إلى البحر يدعون بتحرير فلسطين ما من أحد يشك بأنه يجب إقامة دولة فلسطينية وأن الشعب الفلسطيني حقوق متكافئة يجب أن يتمكن من ممارسة هذه الحقوق ولكن هذا الخطاب المفعم بالكراهية والعنف يؤجج من الوضع هناك حاجة لحوار بنا يؤيده قادة جامعة كولومبيا وحوار يسمح بلم الشمل لكي نمضي قدما بفهم أفضل للوضع وكيف يتم التعامل معه طيب إذا أردنا أن نواصل في هذه النقطة قبل أن نتحول إلى نقاط أخرى يعني إلى أي مدى يمثل هؤلاء النسبة في هذه المظاهرات نشاهد لا أريد أن أذكر أرقام ولكن نشاهد حشود من الطلاب يتواجدون في الساحات يعتصمون في بعض الأماكن هل يمكن أن يكون هناك خطاب عنصري لفئة محددة يسيء إلى التظاهرات بحد ذاتها بالمجمل؟ أولاً أريد أن أعرف إن كان المحتجون هم طلاب في جامعة كولومبيا هل لديهم بطاقات انتساب إلى الجامعة؟ يجب أن يقدموها إلى الإدارة لكي نعرف من هو موجود وأريد أن نعرف إن كان من هو متواجد في الاحتجاجات لا يقوم بالعبث وإثارة الفتنة وهل يتحدثون فيما بينهم ويستخدمون خطاب الكراهية هذا أمر مدان ولكن ما نسبت هؤلاء؟ عذراً للمقاطعة أنا أسأل إن كان هناك بعض من يسيء بخطاب عنصري لهذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات التي تطالب بوقف الحرب لا نعرف إن كانوا أقلية أو أغلبية في وجهة نظرهم نعرف بأن لجامعة كولومبيا عشرات الألاف من الطلاب يلتحقون لكي يتعلموا ويشاركوا في الحياة الجامعية لا أعتقد إن كانت الأقلية الصغيرة التي نراها في هذه الاحتجاجات هي تمثل العموم في جامعة كولومبيا ولكن مع ذلك يجب أن تقوم جامعة كولومبيا بتعزيز الحوار هناك حوار يسمى بحوار التاريخ المشترك حيث كان هناك حدث أسار القسمة وشقاق بين الطلاب يتم الحديث فيه والنقاش والحوار يجب أن يقوم القائمون على الجامعة بإدارة حوار من هذا القبيل والعمل مع مجموعات الطلاب المختلفة لكي يتحادثوا ويتواصلوا ويفهموا بعضهم البعض بشكل أفضل ما هو شكل الحوار المطلوب لكي تصل الرسالة لكي يسمعوا بعضهم إذا كان هناك حق وحرية في التعبير أريد فقط أن أعود إلى ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي قال نحن مع حرية التعبير ضد معادات السامية ولا نظن أن هذا حصل في الجامعات جيك سوليفن أيضا قال إن إدارة بايدن مستمرة في الدفاع عن حرية الناس في الدفاع عن آرائهم وإسماع أصواتهم هل هناك قدرة على إيصال هذه الأصوات هل هناك من يريد أن يستمع أظن بأن حوار تاريخ المشترك يجب أن يحدد حدثا تاريخيا وبعد ذلك يتم استشراف آفاق وأراء الطلاب لكي يعبروا عن مشاغلهم أنا أقترح أن مثل هذا الحوار يجب أن يركز على النكبة والتي يشعر الفلسطينيون أنه كان لحظة مأساة كبيرة ويجب التركيز فيه أيضا على المحرقة اليهودية لكي نفهم جميعنا منظور أيضا ويجب أن يكون هناك طرف ثالث حيادي يقوم بتسهيل هذا الحوار وهناك نقص وهناك أخفقت في هذه الناحية القائمون على جامعة كولومبيا يجب إقامة هذا الحوار واستشراف الآراء والعمل من أجل حل يستند على قواس مشتركة ليس هناك تواصل يحدث الآن والجميع يتحدث ولا يصغي إلى الآخر لذلك يجب تسهيل الحوار مع الأخصائيين الذين يفهمون الأمور من الجانبين ويمكن يبطن هذا الحوار دون إثارة سخط للطرف الآخر نعم من تقصد ومن يمكن أن يكون هذا الطرف الثالث الذي يمكن أن يكون الطرفا يساعد على هذا الحوار يساعد على المفاوضات الجارية بين قيادات الطلاب والإدارات لنتحدث عن إدارة كولومبيا هناك مفاوضات هناك بعض النقاط الخلافية لم يتم التوصل إلى تفاهم حولها حتى الآن وأريد أيضا أن أعود وأسألك فيما يتعلق بالطريقة التي تم التعامل فيها مع الطلاب واستدعاء قوات الجيش والتهديد بإدخال قوات أو استدعاء قوات الأمن الوطني للتعامل مع الطلاب هل يمكن أن يكون هناك تفاهم هل يمكن أن يكون هناك طرف ثالث يخفف من حدة هذا التوتر وهل يمكن أن يكون الحل الأمني هو الأنسب؟ أنا انخرطت في الحوارات التاريخية مشاريع من هذا القبيل حول العالم نحتاج إلى مسهلين للحوار يفهمون الخلفية لا أريد أن أقترح دورا لنفسي هنا ولكن إن طلب مني أكون مهتم بالحديث إلى مجموعات الطلاب من الفلسطينيين واليهود ومن أجل فهم أفضل لوجهات النظر ووضع إجراءات لبناء وإعادة الثقة لكي يكون هناك تفاهم والعمل من أجل تحسين العلاقات يتوجب على إدارة جامعة كولومبيا أن تسهل ذلك أنا لست الآن في الجامعة وخدمت في هذا الدور لوقت طويل أتطلع لأرى حوارا ربما هناك مشاكل تقنية في الصوت سوف أعود إليك عندما يتمحل هذه المشاكل التقنية سيد ديفيد دافليبس ولكن اسمح لنا الآن أن نشرك معنا في هذا الحوار وأن تأخر قليلا علينا من لندن الباحث السياسي جوناثان باريس أهلا ومرحبا بك سيد جوناثان ولندن وبريطانيا شهدت مجموعة من التظاهرات لنقول كانت دورية منذ بدء الحرب في قطاع غزة حتى هذا اليوم خرجت أيضا مظاهرة أن تصل التحركات الشبابية تحركات الطلاب إلى لندن وخروج طلاب من الجامعات يطالبون بوقف القتال في قطاع غزة ماذا يعني ذلك؟ إلى ماذا يشير؟ للأسف تعذر علي سماع المتحدث الذي سبقني وأعرفه وأتصور ما كان قد ذكره وإن كررت شيئا قاله أعذريني ما حدث في الساعات 48 الماضية بدأت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا في مدينة نويورك وتسعت رقعتها في الجامعات في الولايات المتحدة في جامعات ستانفرد وإيال وجامعة كاليفورنيا في هامبولت وجامعة أوهايو ستيت وكذلك انتشرت هذه الاحتجاجات عبر المحيط إلى بريطانيا وفرنسا في فرنسا في جامعة سينت بول وهي إحدى جامعات النخبة في فرنسا وأكثر من جامعة هنا في مدينة لندن حيث أتواجد منها جامعات يونيفورسيتي كاليج في لندن وووك وغيرها من الجامعات لقد انتشرت هذه الاعتصامات بنفس الرسالة التي يصدأ صداؤها هنا في الولايات المتحدة نعم طيب إذا أردنا أن نتحدث عن الإيجابيات من هكذا تظاهرات هل يمكن أن تفتح مجالا للحوار البعض ينضم إلى الطلاب يتحدث معهم يسألهم لماذا أنتم تتظاهرون هم يقدمون أسبابهم ويقدمون الحجاج وبالتالي هذا يفتح مجال النقاش يؤدي لربما إلى إظهار قضايا كانت غابة مثلا قضية الفلسطينية لربما كان غابة مفهومها قليلا خلال الأسنوات الماضية أيضا لربما يطرح وجهة نظر المؤيدين لإسرائيل وهناك أيضا من شاركوا في مظاهرات جانبية إلى جانب هذه المظاهرات ممن يؤيدون إسرائيل بالتالي انفتح مجال للحوار السؤال لجوناثان أملي نعم لسيد جوناثان لأننا أطلنا الحوار معك سيد ديفيد وأريد أن أعطيه حقه أيضا في الوقت أنا مهتم بأن أسمع بما يقوله الزميل سنعود إليه إذن في هذه النقطة بحد ذاتها المشكلة في وسائل التواصل الاجتماعي هي طريق ذات حد واحد وهناك حشد للجمهور دون معرفة أيضا رأي الطرف الآخر فهناك فقدان للتواصل في العلاقة الاجتماعية وهناك من يصبح كابش محرقة للأسف تصبح إسرائيل كابش محرقة في اعتصامات القائمة في الجامعات في سياق التواصل الاجتماعي ووسائته التي تنتشر بسرعة النار أتفق مع الزميل بالنسبة للحوار والتي نشهد فيها آراء حادة جدا من طلاب مثلا فيما يحدث في حرم جامعة كولومبيا وكذلك هنا في هذه الحالة إن إسرائيل كابش محرقة ولكن كيف هي كابش محرقة سيد جوناثان وهناك طرح للآراء من يهود بحد ذاتهم هم يشاركون في هذه المظاهرات وهناك أيضا مظاهرات تدعم إسرائيل في الطرف الآخر ونحن شاهدنا ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي شاهدناها على شاشات التلفزيون يعني لماذا هي كابش محرقة عندما أتحدث عن كابش المحرقة أتحدث عن ظاهرة نراها في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه ليس هناك تواصل بالطريقة الاجتماعية التي يسمع للطرف والطرف الآخر فيها وأجادل في هذه الحالة بأن الكثير من هذه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات منتشرة وترين كيف انتشرت بسرعة فائقة في الولايات المتحدة وفي دول أخرى إنها ظاهرة ومثلها أيضا مثل مسألة الزكاء الاصطناعي هناك تقطع في الصوت لا نعني بذلك فقط هناك تقطع في الصوت قد أعود إليك بعد قليل سيد جوناثان ولكن نتحول إلى السيد ديفيد ونريد أيضا أن نستمع إلى رأيك في كل ما ذكره ضيفنا فيما يتعلق بأن لا يكون هناك طرح للرأي والرأي الآخر لربما تكون منحازة بعض وسائل الإعلام بعض وسائل التواصل الاجتماعي في طرح وجهة نظر بحد ذاتها هل الإسرائيليون هم كبش محرقة نتيجة لهذه التظاهرات أم هي هذه التظاهرات فتحت المجال لكي يقال الرأيان معا وبالتالي كل طرف يمكن أن يؤثر بالآخرين وفقا لما يقدمه من حجج يتم شيطانة إسرائيل بسبب سياساتها في قطاع غزة تجاه الفلسطينيين إن وسائل التواصل الاجتماعي هي قاعة تعطي الصدى ولا يمكن النظر إلى الشخص الآخر وإجراء الحوار والتواصل لذلك يتعين إقامة الحوارات بين مجاميع الطلاب لكي يتشاركوا في وجهات النظر ويتقدموا باقتراحات ولذلك يتعين على إدارة الجامعة بوضع خطة في جامعة كولومبيا هناك جمعية الحوار التاريخي للأحداث التاريخية لنتحدث عن الأحداث التي جرت في العام 1949 والحديث أيضا عن معاناة اليهود في المحرقة إن جلست طرف مع الطرف الآخر ونظروا إلى بعضهم البعض وتحاوروا أنا متأكد بأن طلاب جامعة كولومبيا سيتوصلون إلى حلول بناءة وإيجابية سيد ديفيد فقط بما تبقى لنا من وقت وعذرني للمقاطعة يعني عندما تتحدث عن الشيطنة وعندما تتحدث عن طرح أفكار تجاه إسرائيل نتيجة لسياساتها إذا كان الذين يقدمون رقم يتحدث عن أكثر من 35 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة هذه حقيقة قدمت خلال الفترة الماضية من خلال وسائل الإعلام يعني بالتالي إذا كانت تقدم الحقائق المعلومات بناء على حقائق ما الضير في ذلك وانتهى أيضا مسألة العواطف وأنا أشجب استخدام العنيف للسلاح في قطاع غزة يجب أن يتوقف ذلك ويجب التوصل إلى وقف الإطلاق النار دائم وعندما لا يكون هناك نقطة مشتركة للحوار يكون هناك استقطاب في المجتمع هذا ما يحدث في فلسطين ونراه أيضا يحدث في الجامعات كولومبيا نحتاج إلى حوار بناء لنعزز الفهم بين الطلاب الفلسطين واليهود شكرا جزيلا لضيفينا هذا ما أسعفنا به الوقت من نيويورك ديفيد فليبس أستاذ حل النزاعات والوساطة في جامعة جورج تون والمدير السابق لبرنامج بناء السلام والحقوق في معهد دراسة حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا من لندن جوناثان باريس محلل لشؤون الشرق الأوسط وزميل سابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك ترجمة نانسي قنقر